تشوف في المشاهير أن في منهم تافهين وفي منهم ناس مؤذين أنا أدرس هناك وأنا مفهول من الجامعة داري بسعادة وسيلتكم عميقة أهلاً وسهلاً أنا محمد الكمالي مصور صانع محتوى وإنسان محمد الكمالي محمد الكمالي يا أهلاً وسهلاً صانع محتوى أهلاً ومصور وإنسان وإنسان أنا أعرف شو قصة الإنسان هاي يعني ما شاء الله حطونا في كل مكان في التك توك على البايوم والمستر شو قصة الإنسان هاي أهلاً وسهلاً أول شيء حلو لإستضافة هذه حوايد بالمكان السري اللي موجود هنا في الجامعة يعني شاعة قد الحال طالي حوايد والناس بلاكس أنسان أحب أني أذكر نفسي دائماً أن أنا إنسان مهما وين ما وصلت وين ما رحت وين ما صرت شونو سويت من إنجازات أنا أتم إنسان صح؟ باليوم اللي أنا كنت أشوف في المشاهير أن في منهم تافهين وفي منهم ناس مؤذين باليوم اللي كان كنت أنا مثلاً أن نهاية الشهرة أنا أكون على الحديدة ومضروب برض وياس أفكر شلون أموري تكون زينة وأشوف مشهور مسافر من لندن راد لكوين أو من الكوين رايح لندن عشان يحبب ويرجع أحس أن هذه الأشياء كلها في السوشياميدي تصير مو إنسانية والفجوة اللي تصير بين المشهور والناس فأنا ما أبي هذا الشي أبي أصلي المشهور بس ما أبي الفجوة هذه أبداً أبي دائماً أكون إنسان إنسان يحتاج الناس اللي حوله إنسان ضعيف ويدي يحتاج ربه بكل حالاته إنسان ما يقدر يسوي شيء بروحه يحتاج مساعدة دائماً وإنسان ما ينسى إنسانيته هذه ما يفكر دائماً بنفسه إنسان يكسر ويقوم ويوقف ويكسر ويقوم بضبط عند أسرار وعزيمة يتدمر ويريد يكمل بشكل طبيعي صح عميقة كلمة إنسانة حسابة جداً ويتم فهم كأنها نكتة جداً فأما يقول لك إنسان أو إنسان المشهور إنه دائماً شايفين بس من رؤية واحدة إنه هو اللي يسافر إنه عنده كل شيء إنسان سطحي كل حد يعرفه عنده فلوس وعنده معارف عنده كل شيء يحتاجه وهو ياسي رويك هاتجاه ما يريد رويك مثل عنده حلمته فيه حصل حد خسر بزنس كان نحاط فيه كل شيء يمكن منكسر صح من إنسان من صديق ما بيوريكم ناسة البسيطة اللي يستانس فيها أنا أستانس وايد يمكننا المشهور يعني معارف من المشاهير لما ألتقي فيهم يقولوا لي أنه عندنا فلوس وعندنا أشياء بس بعض هذه الأشياء البسيطة وايد تونسنا يلسد شاي يلسد شاي كاك جو حلو شاي كاك والله في أي مكان يمكن تصنع يومك أكثر من كوفي وياك أكثر من ساعة تحبه وهو الكراك اللي بدرها صح خلاص أنت ما تبع شيء يعني والله كنت أتكلم قبل أمس والأمس كلمه يا واحد أنه هو شايف مركزية حياته الفلوس الفلوس صح خلي المراهقين أو المراهقات يشوفون أن أنا أبي ما عرف شونا بصير بالحياة بس أبي يصير عندي فلوس نفس هذا ويلسد أنه عنده حياة وايد حنوة بالضبط عندك أنت جمعة حلوة جمعة حلوة جمعة حلوة جمعة حلوة جمعة حلوة ويا نفسك صح الخلوة هالي التي تتحبرو حالك الخلوة هي وايد مهمة صح يوم ساعة المهم لازم تقول إذا لك محمد الكنوار لك أحمد السامة لازم في هالساعة أو في هاليوم أنا خلاص يعني هالوقت ما لأي أنا ما لأي أنا صح بالضبط أول نسبة عندي بالأسبوع لما أروح بيت يدي دائما بالووكند أروح عندي يدي ويدتي اللي أحفظهم اللي أنا خلاص ما أقدر أزورهم خلال أيام الأسبوع معنا واحد قلاب هني خمس دقائق بيتهم من المنباسين والجامعة بس ما أقدر أزورهم خلال أيام الأسبوع بسبة أن أنا أكون وايد من شغل فبالووكند أول ما أخلص إحيانا حتى أول ما أخلص الجامعة اروح لهم هناك يلسى تشايو إياهم بدروا نظار والعفوية العفوية يدي ما يسونف ويانا وايد بس أنا وستانس ويانسويا هذي تسوى الدنيا ما فيها وقصة واحدة من قصصهم زمان؟ أهي يلزتهم حتى لو قصة معادة حتى لو يدي قال القصة 50 منه أعادي ويننس لأنه فعلا زمنهم كانوا بخير زمنهم وايد حلو وأنا أشبهم وايد عندي هلي يلزأ أشتريها بفلوس هلي يلزأ تمثل تمثل في الاشياء حلوة من يومي وعندي لأشياء البسيط هاي لستانس فيها أهي لثيارة إلا أقالك مكان فخم مطعم أقالك مكان فخم تروا بلازم أقال مصر أطيق طالي لحم أشهد سوافره أي صحيح اليوم المشهور أنا من الاستنتجته المشهور حاله حال أي موظف المقرر يصير مشهور موظف يستلم فلوث عالي هذا مشهور قررنا أن يستلم فلوث عالي على عدد متابعين أو مشهور ما عنده وائد متابعي يستلم فلوث زينه على عدد متابعين موظف إنسان طبيعي يعني ما في أي شيء يخليك أن تكون وائد تبعد عنهم الرسول يقول إنما أنا بشرون مثلكم وإنت تريد تكون غير أو تريد تكون في غاب بينك إن شاء لو عندك كم كير أو حتى كم مليون أي صح بالضبط يعني تقول هاي هي خلوتك ها تقول هاي هي خلوتك إنك تتلس ويا جدتك وجدك يعني هذه وحدة من أحلى لحظات الأسبوع طب حالي محمد عندكي أنه يوم بروح يوم بروح أطمر على محمد إنه شو أخبار رحيم محمد وين هل محمد هزين هل محمد سعيد يعني يمكن مرة كل شهر أسويها أني أفضل يومين من السوشيال ميديا عشان أرتاح بيني وبين نفسي أعيد صياغة أفكاري ويالسيتي بس ما عندي بيومي لا وائد أنا متمنع السوشيال ميديا يومي صعب يعني أقعد ساعة بدون السوشيال ميديا حتى يعني صرت لا إراديا طبعا أدخل تيك توك يمكن ما كان عندي ريلز فكرة أنت ذي مليت وإستقرام ساكيت لإستقرام وخلاص ساوملت الآن موقت الفر سأدخل تيك توك أقلب يمكن أن أحصل شيء نفس الشيء حتى أي حاجة الآن في السناب لازم وأنا باكل رحت الجم لا أفويل بالضب الجامع لازم يعني حال نفس أي شيء روتيني في عامك صح وفعليا ما يونس نواية صراحة لا أحس أني أخلص لا أحصلت وناس لا أحصل ضفق لا أحس أن هذا يمكن في وسائل التواصل ثانية لا أقولها لأن التيك توك لا يضردني من اللايف أستانس فيها أكثر وأحس أن وناستي فيها أكثر حتى لو تأخذ من وقتي أستانس بالمسلسلات وائد أحس أن لا أمكن أن أرى شخصية عجب فيها بناء الشخصية أو أن أستانس أقول هذا كيف تغير نوسات شدي يعطيني أمل يعطيني شيء دافعية بالضبط الريلز نفسهم لا أحس أن تعطينيها شيء أو يمكن أن أنا أحب إذا دخلت الريلز لا أحب أن أطلع الأشياء الطويلة أكثر من 28 ثانية وأكثر من دقيقة أحس أن لا ممكن هذا شيء مني بعد حلقتنا وأعرف قصة من الأول محمد كيف بدأ كيف بدأ ماذا أريد أن تبدأ أنا أقول لك مصور وصانع محتوى وإنسان ببداية أنا مصور التصوير وايد وايد أحبه أبرز شيء صار بحياتي يمكن 2019 لما كنت مفصول من كلية الهندسة وقلتها في فيديو كنت هندسة هندسة سنتين هندسة IT وفصلت من الجامعة لأن مو مكاني ما حسيت نفسك أنا مبهني أنا موهني وكنت أبي الإعلام الحمد لله أنا اليوم أدرسه كنت أبي الإعلام من يوم ما طلعت على الثانوية فكانت أيام كورونا قمت من النوم على 28 مكالمة وأنا مو فهم شنو كورونا قلت حد متوفي الأغنبي أذكرها كانت من أبوي 18 مكالمة من أبوي يمكن 10 من أمي ولا 11 من أمي يا ساتر شنو صاير كنت في مسقط وكنت في مسقط وأنا مقنعهم أن أنا هناك ياس أدرس أنا مفصول من الجامعة جامعة قد أصد في مسقط جامعتي في مسقط 6 ساحات من هنا هاي بعثتي كنت ياس أقنعهم أن أنا ياس أدرس هناك وأنا مفصول من الجامعة قمت على 29 مكالمة أنا أستعر لكم تعال يلا رجع عجمان قلت لهم أنا ورائم اختبارات قلت لهم شو اختبارات وقفهم الدراسة عشان كورونا التوهم ها وقفهم الدراسة شو كورونا أصلا ها شو كورونا بعد لست بعد ما شو كورونا في الجلي وهذا قمت تعال بس أكرروا للحدود وفعلا كنت واصل هناك الحدود كانت مسكرة تدخل بالسيارة توريهم عندك إثباتات أن الحدود كانت مسكرة أو أتوقع يعني طريقة الحدود الطبيعية طريقة الهدود أن تدخل داخل يقول لكم ليش بتي للمارات أقول لهم أنا بيتي بالإمارات أهلي مستقرين بالإمارات جذي 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 تدخل ففعلا عقبها أسبوع أسبوعين أتوقع رسميا صارت فترة الحظر صارت فترة الحظر صارت فترة الحدود بين دول الخليج صارت اللعفسة صارت جو كل شي بعد نياس أدرس بالفترة هذه وكان عندنا حظر هنا بعدما صارت وليس تفاصيل غير الجامعة صارت عندي أنا أصور تقريبا من ست سنوات عندي الكاميرا أني يكون سبعة آلاف ومية بس تصويري أجرب باللاند اسكيب أجرب أحسنا حول التصوير بس بعدها مو هذا التصوير اللي وايدي ون نسلي أتشفت حسيت أن فراغ ويأتمشي بالبيت أدور 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 ما في شي تسوي بالبيت حظر عندنا بعجمانا صار حظر وأتوقع من ثمانية أو ستة العصر لين اليوم الثاني ستة الفيرة أو ساعة ثمانية الصباح فراغ فراغ ما كان عاجمني هذا الفراغ شوية دورات تدريبية شوية ناس يستطالع من عندهم شوية يعني شغل شذي وهذا شفت حسيت أن متصوير الطبيعة الشي اللي أنا أحب الشي اللي أنا أحب أبي أسوي أنا أحب أن حياتي خربانة أنا أحد مففول من الجامعة وحياتي ختربت خلاص بس أحب أن حياتي خربانة بس في شي بعده شباق مشرك من بعيد شايبة في شي ممكن أسوي عشان يعني إذا ما دخلت جامعة يعني يكون في شي بديل صح شوية أن الناس عايشين حياتهم المهندسين شفت في ناس ترافيلر كانت جلطة بالنسبة لي لما دخلت حساب سفيرة سوني هي سفيرة شركة سوني شر كانت وظيفتها بالبايو كاتبتها ترافيلر تخيل وظيفتها تسافر تسافر وأنا حياتي أكثر شي أحب في حياتي حياتي خربت شي جميل هل أني وممه مهندس تخيل ووو في ناس عايشين حياتهم بطريقها هي في ناس ياسا طالب في ناس في ناس في عالم ثاني مفتاح لي طالب في ناس تشتغرب أشياء تحبها هي ملازم أنا الموظف اللي داوم من ستة من ستة لمن خمسة هنا في أشياء أنا أحبها أوكي شنو خطتي تصوير محتاجة فلوس شوي عدتي شوي ووائد ضعيفة تصوير محتاجة شنو أكثر شي يبقى فلوس من التصوير تصوير الأطعمة هلأ أنا حاب تصوير الأطعمة ووائد حاب تصوير الأطعمة دخلت بتصوير الأطعمة بعدين ادرجت شوي شوي للبرتريت البورتريت هو العشق لأبدي ووائد أحب بورتريت أحب تفاصيل للناس بس طبيعة الحال تصوير الأطعمة يبقى فلوس أكثر من 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 هذا كله كان بداية التصوير كان بدأ كشغف مو كوظيفة كشغف التصوير بعدين الحمد لله بدأت أموري متوفيق من رب العالمي بديت أصور مطعم ثاني مطعم بديت أن أعرف بالتصوير شوي 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 صرت مصور دخلت الآن أنا داخل بالبورتريت شوي شوي أبني نفسي و نفس فترة كورونا كنت أحس أن الشخصية اللي موجودة وراء الكاميرا الهادية مو مايد عاجبتني كنت تشوف المصورين شلون يعني عارفون وعلى تكون أكتف بضط أنك تلزل بوسط التواصل الاجتماعي ما يكفيك بديت فيديوهات أشرح أسوي أشياء أشرح عن التصوير وشدي قايم تعوت من بيئة صناعة المحتوى اللي تعرفت عليهم أثناء أثناء الفترة هذه قبت تعرف شوي من صناعة المحتوى أكاديمية الإعلام الجديد اللي كنت تشوف وأنا مفاهم ش السالفة واليوم أنا فارس محتوى ويام وشدي يلتني نصيحة جوهرية وايد من ميث الله يذكرها بالخير أذكرها حتى يعني المكالمة كانت وايد عزيزة علي لأنه فعلا كانت مهمة قلت لي تم محتواك وايد حلو بالتصوير وغير بالتصوير ما تجرب تخليه عام أكثر عشان توصل لي فئة أكثر قلت لها أنا أحس أني مصور يالا تجرب تخلك صانع محتوى عادي عندنا بين وبينك تحدي يعني سبحان الله وايد حلو شلون بعد كانت تهياس تحط حلول أنا مو مقتنع بها شي بس هي كانت تحط حلول بطريقتها قالت أنا وياك عندنا اتفاق ثمم فيديوات جرب نزل ثمم فيديووات ما عن التصوير تكلم بطريقة عامة لأنها ميثة بعد بايدوي ميثة رسامة فيمكن مرات بنفس تجربتي أنا رسامة وتصلي صانعة محتوى وتولف عن أرس الموطن أو أيها وشذي فقلت لي جرب تكلم ثمم فيديووات تكلم عن صانعة المحتوى بشكل عام شوف الطريقة أجبك ارتحت حصلت أرقام زينة أمش فيهم ورجع للتصوير ما أجبك لا تكمل فيهم سويت الثمم فيديووات كان في أول فيديو حصل مئة ألف بحسابي يمكن كان فيديو المشهور السخيف فسويته كان بشكل عام هذا من ثمم الثمم فيديووات كان في فيديووات ويد مشت كان في فيديووات تيك توك أو شي بديت ما بديت تيك توك بديت بالعين انستجرام بعدين توغلت هني للتيك توك أيها هيا هدخلت بصناعة المحتوى حسيت أن أوكي هذا الشيء حلوب أنا هني طريقتي أنا حصلت طريقتي في عقل ثمم فيديووات قلت أوكي أنا أحبيت المكان هذا يمكن أن أرجع أسوي فيديووات على التصوير بشكل عام بس الفيديووات العام ما أحبيتها لكن لا أزال الآن المصور لأن وايد التصوير أحس عافاني يوم كنت مريض وكنت وايد تعبان قومني التصوير الأساسي ولي اللي وايد انت شلني كان التصوير وايد أحب التصوير ومتعلق فيه وأحس أن أبقاد فراغي وايد أحب التصوير التصوير وصناعة المحتوى وشي دخل صناعة المحتوى على الخط وتحية مني تحية حق ميثة نحن نصيحة طلعت لها البلاد من الإنسان الجميل أعرف على القبة تستاهل ميثة وايد صراحة تستاهل وأي حد متردد عنه تردد يأخذ بع النصيحة وايد حبيت الفكرة عالجتني حسيتها لش يتصح أنا أصلا يعني تعرف من الناس اللي كنت متردد أنا أوكي عندي محتوى تيك توك أوكي ها دخلت بوايد وايد 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 أفكار كل مرة أقول لا أنا وفني أنا وفني هذا مو أنا بالضبط ما أشوف مستقبل هنا ما قاعد أسوي حياتي أسطية أسطية وأقعد شوي شوف في المتلازم يوم أطيح خلق تحت شوي خلق تحت فكر صراح أنا لش طحت شو شيخ أنا أطيح شوف صار شو صار شو ليش شو ليش أوكي يعني لما أنت خلاص تعرف قوم بعد مرة أوكي ولو طحت بعد خلك وفكر قل ليش لحد ما وصبت الحمد لله على الأقل عرفت أن أحمد وين هاي صح أن قدرت أوقف على شو على الستاج ثابت خلاص أنا عرفت أنا شو أبا أنا هني أوكي 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 خلاص فعرفت شو أقدم حق الجمهور صح عرفت استهدف أي جمهور صح وهو أهم شي صح أصعب شي لك تعرف فيما تشتبه صعب يا بي لوقت أنك تكتشف نفسك وتكتشف أن أنت شو نتابه بس أحس لو لا فترة كورونا أنا دائما أقول الحمد لله عن نعمة كورونا أنا شخص ما فقط شخصا بالنسبة لتجربتي أنا الشخصية يعني يمكن أنا ما فقط شخصا عزيز علي بكورونا ما مرت بكورونا ما كان في شيء صعب علي بكورونا بس الأبرز شيء أنا اكتشفت نفسي ما كان في مجالس جالس بالبيت خلاص أنا ما بي بروحي ما بي أطلع من البيت مرتاح تتمشي بالبيت في وقت صح في وقت حق نفسي صح واني خذت وقت حق نفسي أكتشف أدخل دورات أجرب أخبص أكتشف كورونا الذكي اللي أنا في استغلها صح صح يمكن كانت فترة سعيدة عليك بس طبعا الأشخاص اللي فقدوا أشخاص عزيزين عليهم ولا كانت فترة سيئة مرضة ولا يعني كانت صعبة عليهم بعد ما نقدر نعمم ونقول أنها كانت فترة حلوالي الكلب لا لا هي قرر على قد ما كانت أن هي مملة وصعبة ونتمنى من الله أنه متى هلهم إن شاء بس تحسني كافي جوارب إيجابية صح أنا أحس عكس الناس اللي قالوا أنهما كانوا مفهوضين بكورونا وكانوا خايفين وكانوا أنا كنت مرتاح وعيد أنا ما كنت خايف كنت مرتاح أن يالس بالبيت وأتمشي بالبيت أصعد السطح أشوف الفريج من السطح هادي شارع شارع يا الله ما فيه ولا سيارة حظر بس جمد دوريات بالشارع بس أنا ما برحولهم لا لا يعني شوف كان أنه هادي وما فيه حد بالمرة هي صح فالواحد حس فعلا لا لا فيها عدو فيه جانب ثاني من الحياة صح ويأس تشوف الناس يمكن يقولون أن أرقام الناس وقت كورونا كانت تصعد بشكل مجنون ففي ويد ناس أتعرفت عليهم أنا بفترة كورونا الآن ما تابع حساباتهم بشكل يومي فترة كورونا كدو ويد أتابع حساباتهم بشكل يومي أشوف قصصهم كانوا ويد ملهمين بالنسبة لي فتعرف حلوة كانت لأنه ويد في كورونا ويد طلعا على السوشيال ميديا شفنا حياة الناس شلون عايشة شفنا حيوض غير عن حياتنا احنا وايد والله والواحد بتجد في الوقت أنه بعيد على الناس اللي كانوا بعيدين عن أهلهم وما عارفوا يردونهم عشان القطاع الجو والبر بس اللي كان ياسوي احنا لا اكتشف اكتشف احنا اكتشف احنا اكتشف احنا اكتشف اكتشف انه مثلا اخته فنعنا رسامة عندها موهبة صح اخو انسان جميل فعلا عنده صح ممكن يكون اخوك الصغير او هاته الكبير مو غذي بس عنده مو غذي مو غذي صح ابوك تكتشف فيه لسا الشاب المراهق ربيعك صاحبك صح عنده معضية قاعد يلاقشها وياك الوالدة تقول اكثر ما انت تحبها اصلا اوكي تقول اخي لا انا انا احبك اكثر والله لا لا روتنا جالب ثاني جميل جدا الحمد الله ازين شو رايك بالمحتوى القصير احب نفس ما انت قلت اول شي الناس حتى انت خاص اشوف فيديو ابو سريع اروح احس المحتوى القصير صار منصات المحتوى القصير بالتك توك هو البرنامج الكاميرا الثاني عشان تك توك ما يضردني برنامج الكاميرا الثاني ما اقدر اطلع الريلز لو كان اطول من دقيقة يمكن بالبرنامج الاحمر انا ما اطلع الشورت وايد افتح عشان اطلع اشياء طويلة عشان اطلع اشياء مصممة اه بابليكيشن الافلام اللي على شكل الان بعد نفس الشي افتح عشان اطلع اشياء اطويلة ما اطول واستفيد منها انا وايد احب المسلسلات احب شلون يعطيني بناء للشخصيات شلون اتقمص شخصيات بترك احب شفت لا انا احبك شخصية زوجت كم الزوجة المثالية الزوجة اللي ما توقف وياك بالخطأ الزوجة اللي اللي تضحك وياك بعدين تستوي لحظة انتم شو تستوي لا 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 كان بعيد صعب تحصل حين الزوجة انا محتوى بالفترة حاليا ازيل وتشوف حل من الصعب تطلع فكرة انك تعمل محتوى قصير كان أصعب صاروا الحين أسهل كانت معاييري شوي أصعب الحين يوم ستشوف الناس شو يستطلعون محتوى استنتجت ان اي شي ممكن يصير في اي بيت ممكن تسوي محتوى اي شي انت تشوف عند ربك ممكن تسوي محتوى حياتك ممكن تسوي محتوى الاشياء اللي يستشوف ممكن تشوف ان محتوى محتوى الأصفر قريباً للمليون أبر الأوج الكاميرا قريباً للمليون تقريباً معقولي ما حد تجربها ما حد شرم ميمطر لأن كلنا التعليقات أنا شرابها دائماً هذا لما شفت أنا لاحظت أنه فعلاً ولا حد سواها ولا حد جربها وممكن في حد جربها بس أنه ما وثق لو جربها يمكن ما وثق تجرب هذا الفيديو فيديو ما قاعدت له صورته بخمس دقائق وإحنا سنسوي التجربة ناصر قال لي ماي المطر فتحها الجو ناصر أخوكي الصغير لا ناصر أخوكي الصغير الله يحفظه فقال لي أنا أذوق ماي المطر قلت لأنا ذائقة وأنا صغير كان وائد لذيذ أذكره وائد لذيذ لكن لا أعرف ما راح أن نجمال فيه حمسني أنه ينزل مطر وأجرب المطر راتبط عاطفي وما راتبط عاطفي مع كل الإماراتين لأنه نادر يصب عندنا المطر ناصر راحي بيجرب حطينا بطاسة تقوم بالفيديو شوف يزيل إن جرت ماي المطر يحط بتعسل بس الأشياء اللي حتى نسويه بشكل طبيعي صورتها صح ها 28 ثانية ما شوي من تلت نفس اللحظة نفس اللحظة من نزلتها هي سبحان الله وسبحان الله مشي يعني هذا الشي اللي ترتب له سبحان الله ممكن ما ينجح نفس الشي اللي يجيب عفوية بصدفة آخر فيديوين مشوا فيديو الاستيكر وفيديو ماي المطر هذون الفيديوين ما خطط لهم عبد المولد المرض ما خطط لهم سبحان الله يبقى نفس اللحظة شفت أن عندي حتى التصوير كنت مصورة لستوري لإستقرام نفس نقصت لستوري لإستقرام أوكي هذا ينفع يمكن طالبة الجامعة يشوفونها وأنا أرفع على مستوى الجامعة حسن مرضود بسيط هي وأنا أرفع على مستوى الجامعة جامعتنا الجامعات اللي برا الجامعات اللي بسعودية يشوفون الناس يقولون لا الجامعات الكويت يورونك نحن نشير الاستقر بطريقة طبيعية سبحان الله هذه هذه مو مخطط لها ما كنتم مخطط لها هذا التخفض الإلهي نفس اللحظة سبحان الله سبحان الله نعم بالله يعني وعدكم مخطط حق مليون شيء فجأة ترب ربك يقول لك وإنسا أنا أخطط لك شيء ثاني أجمل وأحلى أضعاف أضعاف اللي أنت كنتم تخطط لها صح كلامك فسبحان الله والله نزيل نحن لسه في التك توك حيث محتوى قصير ها شراك في موضوع اللايفات والحيء اللايفات أنا تشوف إنه منه شيء رفاهية جميلة ها بس في نفس الوقت إنه في ناس وايد 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 يقللون من أعمارهم يعني من كرامتهم أسبت في الآخر نقدر نقول هي فلوس صح صح يعني ليش والله ليش أنا موين متحمق الموضوع اللايفات بالتك توك ما أعرف وايد وما أتابع وايد يعني مثل اللي مشهورين على الساحة أشوف هم أحس أن فيه أشياء حلوة هو أرضي اللي يصدمك هو عنده كل شيء أصلا ما يحتاج مون أبد بيكون رجائد وعمار أو كل متزوج أو هي واحدة واية فيه أشياء حلوة فيه أشياء سخيفة فيه أشياء مبالغ فيها وايد فيه محتوى مؤذي فيه محتوى تشوفه تقول يعني هذا ما لقى ما لقى يشتهر اللي بالطريقة هذه فيه أشياء ضحك فيه فيه نكفة فيه 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 تفاهم لما توريني أن أنت إنسان غبي يا رب ما ينفهم تنمو ويقفون الله لما توريني أن أنت إنسان غبي ما يضحك صح ما يضحك لما تخلي المشاهد أقل شخص موجود عندك وتسوي أشياء على حسابي أما يعني المشاهدي عرف أن المشاهدي عرف أن هذا شيء يتسوي أعلم هذا يتسوي أشياء استغبالي لها تريد أن تستغبيني أنا أنا عرف أنك يستمثل ترى على فكرة المشاهد هو الجمهور هو هو اللي يرفع وينزل يرفع وينزل وواني الذكي واني الذكي ما يكتر تستخف بالمشاهد أكبر دليل تشوف فيه مشاهير طاحة وتحت اليوم ويحاولون يعدلون علاقتهم وما أحد يعرفهم وفيه مشاهير صعدة وفوق وفيه مشاهير أضطروا أن يعتدرون للجماهير لأن الجماهير صح ما يخلوهم بحالهم وهذا الصح نزلوهم تحت نزلوهم تحت أنت ما تحترم جمهورك طرف لي حي ما تضب والله أظيم ولفس الشيء تقريبا موضوع الإعلانات المشهور اللي سووا إعلان حق أي شيء حق أي شيء بس يعني شو يتافع المال حين يعني يجب لك أي شيء يعرض لك بس هو يعرف أن شيء ممكن ما يفيدك صح ولا يقول لك أبس أعلان عشان وائم فأنا أرى أن هناك ناس جد يقول لك المصدرقية وهذا أهم شيء حين الناس اللي أحترمهم هم هم وائد أحبهم هم 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 أحبهم 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 يعني يعني يصور ويصف لك بالمدح حرام يا أخي فيه أنت نم مراهقين ومراهقات يطالعون يشوفون أن حياتنا أحسن حياة يشوفون أن أوه أبي هذا المنتج أو أبي هذا فلان صور أبي يصير عندي فلوس لأن فلان صور يمكن المنتج جدا عادي يمكن ما يفيد يمكن أن أنت موتأكد من تخوف بالنسبة لي سالفة الإعلانات وأخاف أني أعطي منتج حق حد ما يستفيد منه أو يصرف فلوس أو يلغط على نفسه مقابل أشياء ثانية أو يلغط على أهله بالمقابل ما يستفيد منه أو يبي يصير نفس المشاهير عبال أن مشاهيرهم من ناس العاديين هذون مناسب المشاهير يحفون فلوس زيادة ما أحس أنه أحب فكرة أني أعلن حق شي أنا مو متأكد منه مو متأكد أنه يناسب الناس كده ولا يناسب أنا شخصيا أكون أنا جربت أحس ما يضر إذا بتسوي إعلان حق مطعم إذا بتسوي إعلان حق شيء اختياري حق أكل حق شيء عام يقدر يمر يزوره أو يقدر ما يزوره بس لما توريني أنه أنا يومي ما يكمل أبدا يومي إذا أنت ما تبدأ بهذا الطريق أنت هسار مو طميعي توري متابعين أنهم أقل منك توريهم إذا أنت ما تأخذ هذا الشيء فأنت فقير لا غروح من هذه الدرجة طريق يعني ما في شيء يكملك أصلا حي صح أو أنه حتى يقول لك في بني آدم يكمل بني آدم ما في ذلك إحنا الأسنين مو بحدي نكمل بعض يعني مثلا أوكي إحنا تشيل أوكي إحنا نمشي مع بعض ما فيها يكمل الثاني صح إحنا ممكن أوكي كلها فيها يتعلم من الثاني يتعلم من تجارب بعض صح بس أن أنت بروحك تكمل نفسك صح بالضبط أنت بروحك تكمل نفسك لأسوايدين هم أكمل أعمارهم تكتشف قناعاتك تشوف نفس النقطة الأولى تشوف أن وناستك يمكن تكون مو بالفلوس تشوف أن وناستك مو بالمنتجات اللي موجودة عندك بالضبط بالضبط إذا كلمنا عجزة إكسبوجر أكسبوجر إكسبوجر أكبر معرض أتوقع من أكبر معرض بالتصوير بالشرق الأوسط ومحظوظ وايد أنه يصار بالشارجة محظوظ جدا أنه بالإمارات فإذا الشيء حلوية تصير بالإمارات شاركت في صورة اللي أعماني إماراتي والإماراتي أعماني اللي أحبها وايد وحدة مبناتي هذه وايد أحبها وأحسها تمثلني لأنه دائما أتوقع عدت الحين باللايف إذا سيسلون أنت أعماني ولا إماراتي فدائما أريد عليهم الصورة أقول لهم أنا الأثنين إكسبوجر السنة اللي أضافت شفت الناس أشلون مشاركة فحسيت أني أبي أشارك السنة هذه من قبل أربع شهور أنا مجهز خمس أعمال أبي أشارك فيهم أدبر نفسي أضرشهم للمكان الفلاني أضرش للمكان الفلاني ولمكان الفلاني يريد رسوم الجهة الفلانية يريد رسوم لأن الأعمال هناك فيه أعمال ربحية فأنت تعرض العمل مالك فيه أعمال تنباح على 14 ألف على 20 ألف فيه أعمال تنباح على 5 ألف فأنت تنباح هذا الشيء بالمعرف لازم تدفع فكذلك أنا أدور أنه ما أبي جاه ربحية بقدم أنه أبي أعرض صورتي بمكان عالمي نفس إكسبوجر ستالس أني ويد مصورين عالميين أكون شاركت مع ناس عالميين بصورتي أربع شهور وأنا أضطر شو ملفي جاهز ما صار خلاص إكسبوجر بعد سبوع وأنا خلاص غسلت إذن إكسبوجر ما رح يصير قبل بربعة أيام تتصل علي أحد العلاقات المفيدة نوف سلام عليكم محمد محمد تبيت شارك بإكسبوجر سنة هذه وأنا مقايل لها ولا شي قلت لها طبعا بيشارك بإكسبوجر قالت لنزين جهز لصور التي تبيه وما ملفات جهز من الحين الله يخديك قلت لها أنا مجهز من أربع شهور نفس اللحظة ضرشتها رابط جوجل درايب في هذول الأعمال يوم من خمسة أعمال مؤسسة مدينة الإعلام الشارج شمس ضرشوا لي هذا العمل قبلنا افتب لنا وصف عليه ترى أنت بشارك قبلنا بثلاثة أيام وأنا مجهز للعمل من أربع شهور وايد أحس أن الله يحبني وايد أحس وايد أشياء بحياتي أحس أن الله يحبني تشلني من تحت ما أدري من وين أطلع هذه الفرصة أبينها وايد يا ستصنر بالخواتيم تنظم أخر شي الحمد لله سأطلع فوق شوفي نفسي قاعد يتسلق خلاص ووصلنا آيد موتن الجبل وخلاص شاري في الطبيعة جدام أنا خاص مطلعوا بوصل كانت وايد حلوة شاركت فيها اليوم الأول الشيخ مر من جنبها وما شافها فهم شوي حزب خاطري عشانه اليوم الثاني الشيخ مخصوص له يزار الله خير ووايد كانت تعني لي يعني أن الشيخ يو سلم علي قال السلام عليكم محمد أمس شفنا لوحتك وقلنا بنيك اليوم شيء وايد جميل الشيخ سلطان بن أحمد القاسم يناب حكم الشارجة ربي يطوت بعمره وشافه ويناس يسولفوا وياي عن اللوحة فكان شيء وايد وايد حلو وسألني قال لي أنت موين من أعمان قلت لأنا من دبل دبل بيعة دبل بيعة بعمر احنا عندنا دبل بمساعدنا بثلاث دبات دبل بيعة لازق فيها دبل الشارجة ولازق فيها دبل الفجيرة هاي فبيننا وايد حدود فقلت لهم قلت لهم أقرب شيء لدبشارج احنا ساكرين هناك فوايد ستعنست وايد حلو المشاركة الحمد لله بوجر فرصة تعرفت على وايد مصورين وايد مصورين شافه عملي يحب لك وايد أفوق يكفيني شرف أن الشيخ مره على صورة وشافه وسط هاي وايد جميل هاي وايد حلو محب التقدير هذا محمد الكمالي من هندسة من هندسة اي تي هندسة اي تي صعبة وايدي اي قولونا أنا صعبة وايد أنا ما كملت فيها عشان عارف ما كملت فيها عشان عارف ما كملت فيها عشان عارف مصور 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 المنتجات لبعدين فرصة من نهوم مصور أطعمة ما كنت تطرق للمنتجات هاي فوت فتوغرافي بعدين على المحتوى اهي صانع محتوى صور رضا ما شوي أرجع له يعني بس البرتريت التهم لنا أحب البرتريت وايد وحب الفسص إنسان جميل جداً شرفتني من الوقت في البارت المالي شرمني أنا إزاك الله خير والآن أتعمل أكثر في محمد كمالي الإنسان يالله حسناً؟ أحب هذا البارت وزميلي عبد الرحمن أهلاً محمد أهلاً وسهلاً كيف الحال؟ أهلاً عبد الرحمن شخبارك أساك بخير كيف محمد الإنسان؟ عاطون شخبارك أنت الإنسان أنت مصور وصانع المحتوى وإنسان المصور وصانع المحتوى حلو هذا ليس ذلك حولنا اليوم وضعنا اليوم هو محمد الإنسان محمد الإنسان كيف حال اليوم؟ مَاعَدزين محمد الإنسان اليوم كيف يوم تغذّى من السلوات ولا كان لديه الأنسان واحد وبعدين تشاهد عبد الرحمن محمد الإنسان جداً حاني هذه آخر مراحلة السعادة شاهد رحمن مولع كيف تشعر نفسك آخر فترة كان يوم مرتاح نفسياً ومطمن الحمد لله مرتاح نفسيا متطمن مضغوط مضغوط وايد بس الحمد لله نفسيا وايد مرتاحي نفسيا أنت ذكرت أن فترة كورونا ما كانت صعبة عليك ما كانت صعبة عليك بالعكس كانت فترة ولادة كانت وايد زينا من نسبة لي عرفت من محمد محمد شيقة تشافت نفسي وايد تشافت نفسك تقدر تعطينا مثلا نصيحة للشخص اللي مش عارف هدفه أو الشيء اللي يبغى يوصله في حياته وضايع فأنت تشافنا في فترة كورونا صح يمكن تفيدنا في عشرين يمكن هذه طريقتي أنا ما أعممها على الكل بس وايد فعدتني طريقة التخبيص طريقة التجربة طريقة أنك تدخل في مكان بوف تدخل بالطوفة وتنتكس وتطيح وتحس أن أنت خلاص حياتك اختربت وكل شيء ضاع وشذي بعدين تبدأ تكتشف أن في أشياء تحبها في هواية ممكن تصير مصدر دخلك في شخصيات اليوم بالسوشال ميديا اكتشفت أن أنت ممكن تكون إنسان ناجح أو ممكن تكون شخصيات ناجحة لأنك اكتشفتهم كأمثلة ناجحة من حولك يمكن كانت هذه طريقتي أنا ما أعممها على الكل بك أن تكون في طرقهم الخاصة بس أنا هذه طريقتي وانا اكتشفت نفسي شيء عن طريق التجربة والفلعات يعني مو لذيك الدرجة بس أنا ما اتجربت وحسيت بعدين أني وصلت بسبب التجارب هذه أنت فترة كورونا اللي دخلت فيها عالم السوشال ميديا؟ ما دخلت عالم السوشال ميديا يمكن كنت موجود يمكن كان عندي ستمائة متابع ستمائة متابع نفسهم اللي كنت أنا منزل حسابي بالإنستغرام حسابي يمكن عندي يام من سبع سنوات اللي عبالي أنه بالإنستغرام صور أتصور كل ما رحتمه كان أتصور سيلفي نفسه تعرف الحساب اللي فيه صورة ويهك مرة مع نظارة مرة بدون نظارة والله اليوم شعري كشخة اليوم أتصور مرة شكل كشخة فكانت حسابي أن حساب يومياته ما يصعد اليوميات أخاف أتكلم قدام الكاميرا سالفة الستوريات يمكن بديتها بالبعثة شوي 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 بديتها يعني بعد ما كانت ذاكي زوات كيبت يم أثقي أحاول أثقي يومياتي ويوم أتشوف أن مشاهدات أربعين أتشوف أن مشاهدات صارت ثلاثين فأقول أعاً مو وايد يعني بالستوري لا أنت لما كنت وثق يومياتك أنت وثقها أنه هو شي لنفسك أنت فيه جزء منها لنفسي وجزء منها كنت أنشرة فيه جزء كنت أنشرة ومستانس عليه وايد وفيه جزء كنت أحس أنه ما بأنشرة ما أحس أنه من هو مهتم؟ من هو مهتم يشوف يومي عادي رايح جامعة رايح من جامعة رايح شذي صح هي متى دخلت بشكل أوفشل العالم من تيك توك أو سوشال ميدي يمكن الريلز هذه تيك توك بطلت حسابي يمكن ٢٠٢٢٠ تيك توك توا بطلت حسابي فيه لاستقرام من زمان سالفت صناعة المحتوى وشذي يمكن بديتها يمكن ٢٠٢١ سنة اللي طافت أتوقع أو اللي قبلها إحنا وصلنا ٢٢٢٢٣ ٢٢٢ حالية صارت ٢٠٢٠ قبلها كانت هذه مع التصوير أذكر أول مطعم راح تصورت له كان ببلاش بس كنت وايد مستانس إنه أوه في مطعم يبيني أني أصور له سبحان الله رزق من رب العالمين يعني ما أدرش لو ما أحسنت لحتها بس اللهم يعني تشي من تحت الأرض ما أدري كيف فكيتم صورة أذكر أنها فترة كنتبادية شوي بالاستوريات إنه أطلع أن شبهب ترى أنا اليوم رايح أول مطعم أصور له أصوره كان مغايد حلو كان نوع نيو اكسبرينس عدت أي بالضبط كان تجربة مغايد حلو ورايح كنت رايح يصور ببلاش بس أكتشفت إنه موضوع ما كان فلوس قد ما هذا أنجازي ليديت صح هذا أول مطعم أصور له هذا شيء اللي تعبت عليه وادربت على التصوير أوكي والآن في حد شاف أن هالموهبة يحتاجها شعور جدا جميل بس كيف تجربنا مرة أخرى أنه أحمق محمد يعي تابع مشاهير يسافرون نسوها أنت قلت صح لأمحمد صار هو أحد من المشاهير طعيب الأطفال اللي يطلعون عليه يأخذونه مثلا كقدوة أتمنى إن شاء الله وائد أتمنى أنه يكون مؤثر فهذا السوشيال ميديا والريلز أو التيك توك اللي أنت تنشر فيه غيرت عن نمط حياتك اليومية بشكل كبير يمكن غيرت الشغل شوي لبيوم صرت أعرف أنه بالويكند ما أبي أطلع وائد لأنه ما عندي وقت إذا ما صورت بالويكند ما رح أصور خلال أيام الأسبوع يمكن بعض الطلعات أنا بنفسي صرت أضحي فيها أنه ما أبي أطلها الطلعة لأنه بالمقابل وراي شغل غير شغل التصوير وعندي شغل صناعة المحتوى وأثناء أيام الأسبوع عندي الجامعة فدخل شوي على خدم مكان كبير شوي من الوقت فعلى هالأساس يعني صار له شوي ذكر عالي هل تحس أن السوشال ميديا والجامعة والشغل بعدك عن أن تدلس مع محمد نفس قرار صرت بعيد عن نفسك وصرت مقصر في حق نفسك ما يعني ما أدري واو هذا السوال وايد يمكن هي يمكن من زمان ما يلست مع نفسي صح أمس بالليل كنت ياس أفكر بهالتفكير أفكر أن سالفة الشغف والطموحات والمبادرات هذه اللي كنت أبداها بالبداية الحين صارت أصعب صرت أحصل بعض الأشياء جاهزة صرت أحصل بعض الأشياء أسهل فصرت ما أبادر صرت مو نفس قبل أني أروح وأدور على الفرصة صرت شوي مكاني لأنه يدني فرص وايد زينة فصح يمكن هذه نقطة يمكن صرت انشغالي بهالثلاث أشياء ويا بعض وايد بعدني عن اليلسة مع نفسي وأني أفكر أنا الحين شنو أسوي شنو الشي اللي يديدي اللي يبقى أروح له ما عندي وقت أني أفكر بالشي اللي يديدي اللي يبقى أروح له يمكن أكثر شيئا سيأخذ من وقتي الحين وأكثر شيئا سأعطيه من وقتي الحين هو صناعة المحتوى لأنه يتطلب صح وأكثر شيء أحبه هو التصوير بس حتى صار على حساب التصوير حتى صار على حساب التصوير أنا ما أقدر أخذ التصوير بنفس ما أخذيتها بالأيام اللي قبل لأنه صار عندي شيئين زيادة يستضربون على بعض اللي هما صناعة المحتوى والتصوير صناعة المحتوى يأخذ وائل وقت أثقر من التصوير أنت حين كصانم حتوى هل عندك تارجت تبي توصل له وعندك بلان ماشي عليه عندي تارجت اللي معلقه على صورتي اللي هو 10000 قبل نهاية السنة إن شاء الله 10000 قبل نهاية السنة سواء بالتك توك أو سواء بالانستقرام بالانستقرام الحين وصلت 20 وبالتك توك وصلت 50 زيت 10,000 بأسبوع فلليل حين الموضوع ماشي زيني هتوصل بس محمد هل أنت لو مقتصر بس على السوشيل ميديا ولا عندك أعمال تريدها خارج السوشيل ميديا مثلاً فيلم ميكا أو شيء خارج السوشيل ميديا أحس عندي أشياء بره السوشيل ميديا أحبها أحب التمثيل يمكن يوم من الأيام أصير ممثل مو ذاك الشخص اللي عنده صيت بالسوشيل ميديا بس ممثل وايد قلو ممثل وايد حلو ممكن أكون إعلامي ناجح أحب الإعلامي وشلون يمكن سبب خلاني لدخل الإعلام أحب الإعلام وشلون يطلع قدام الجمهور ويحمسهم ويصرخ أدرينالين يعبي شعور وايد حلو ترى معني أرتبك شوي من الجمهور وأخاف من الجمهور بس فيها مسؤولية كبيرة بس أبي أكون هذا الإعلامي وايد شيء يونسني ما أبي أكون الإعلامي اللي يدخل ويسلك للظيف أبي أكون الإعلامي اللي يسأل ويطلع بأشياء نادرة يطلع بشيء ما يطلع إلا بالبرنامج ماله شيء يكون وايد حلو وقوي وأبي أكون مصور اللي ينادونه عشان يصور مصور اسم عالي بالسوق هذه الأشياء كلها تضارب ويبعض على حساب الوقت على حساب الوقت فصايرة عندي مسألة أولويات أنه شنو الأولوية بالنسبة لك بالفترة هذه وبعدين روح للخطوة اللي عقوبها الأولوية بالنسبة لي الفترة هذه هي صناعة المحتوى لأنني يستعطيني هالأشياء اللي أحتاجها يستعطيني هالصيد يستعطيني هالمعارف تعطيني الدافع تعطيني الدافع فأحتاج أني يمكن مركز على صناعة المحتوى أكثر شيء بالفترة هذه والعقوب بركز على أشياء الثانية اللي يمكن تصير صناعة المحتوى أسهل مستقبلاً صح أحيان أنت كصانع محتوى مثلاً نزلت فيد سواء على سوشل الانستجرام أو تيك توك وجاء الفيدباك مثلاً سلبي هل هاشيء رح يأثر في يومك؟ كان يأثر بيومي كان يأثر بيومي مو لأن مو ردة الفعل السلبية على الفيديو يأثر بيومي إذا كان كنت حاسب حساباً أنه بيوصل بعيد وما وصل كنت حاط سقف تطلعات وايد عالي وما مشى فما قمت أحط هالشيء قمت أحط على قولة زندايا مرت سبايدر مان أسف على التشميل تخيل الأسوأ عشان إذا ياك الشيء بيرفكت تكون وايد مستنس تقول واو فما أفكر من البداية أن هذا الفيديو رح ينتشر وايد أفكر من البداية أن هذا الفيديو رح يكون بحدود المنطقي أحياناً أنا الضايق إذا ما كان محدود المنطقي إذا ما كانت مشاهدات المنطقية عندي المنطقية 10 ألاف مشاهدة أقل من 10 ألاف مشاهدة أحس هالفيديو كان يحتاج تطوير هذا الفيديو يحتاج شيء بس إذا كانت ردة الفعل السلبية يمكن أطالع هل الفيديو كان يستحق ردة الفعل السلبية هذه أو هل الفيديو ممكن أمسحه ممكن ضريت فئة معينة وأنا ما أقصد ممكن سبيت حد أو غلطت على حد وأنا ما أقصد هذا الشيء وضريت ما أبي أنا مو شخصية مثيرة للجدل أنا موي داخل السوشال ميديا عشان أنا أرفز شعب أو أغلط على فئة أو أضارب مع ناس وأدخل بصراعات أنا ما يخصني بالسوشال ميديا السوشال ميديا ما ترحم أنا داخل عشان أكون مكان مسالم قد ما أقدر أحيانا نخلي الفيديو إذا كانت هذه قناعاتي وأنا جدا مؤمن بهذا الشيء فيمكن أحصل ردة فعل سلبية على ردة فعل إيجابية شوي بس إذا حسيت أنه ممكن يفيد ممكن يخلي ناس يتكلمون ممكن يخلي شخص يقول أوه أنا كنت خايف أني أقولي الكلمة هذه بس فلان قالها ممكن أخلي هاي ممكن أخلي فأنت قس تقول السوشال ميديا اللي هو غيرت أشياء كثيرة من محمد اللي هو خلتها حرس كثير من قبل صح؟ يمكن عندي عندي شوية حرص عندي شوية حرص مو عيد اللي هو تخاف سواء تغلط على يطلع منك كلمة وأنت مش قاصدها وأنت انفهم غلط صح أو أن يكون الفيديو ينفهم بطريقة سلبية إضايق حد أو أن يعني أكثر مثال فيديوهات الجامعة اللي أسويها عن الجامعة أحاول أبين أنها كوميدية ما أحاول أبين أن أنا مختنق من الجامعة وهد الجامعة والجامعة مو زينة بالعكس أنا مستانس بالجامعة إلى حد ما مستانس أحسن أحسن تحدي يديدي يعني بالنسبة لي بس بنفس الوقت فغوطات عادية يعني فأحاول أني ما أوصر رسائل سلبية من فيديوهاتي قد ما أقدر إن شاء الله إن شاء الله أني أحيانا ما أوصت محمد هل تجربة تكسفوجر ضعفتك أشياء كثيرة نفسك أنت لمحمد نفسك خيرا خيرا حسيت أن حصلت لمكان أنت كنت تطمح له من فترة طويلة ناسم أنت قلت ومن حصلت أن حققت واحدة من هداف حين يمكن فكرة الأسهامي والأشخاص اللي كنت أعطيهم تقديس زيادة عن اللازم صرت أشوفهم مشاهير عاديين صرت أشوفه نفس ما قلت حق أحمد وأن المشهور موظف يستلم فلوس وايد أنت مو إنسان بيرفكت أنا ما أشوفك بذاك اللي معه ما أشوفك واو وأنا جدا محظوظ لأنني أنا شفتك لا بالعكس أنت ما تمثل إقيمة إضافية لأنك أنت أشوفهم وايد عادي ممكن من تجارب اللي خذتها مع مصورين كنت أشوفهم شيء وايد شيء كبير يعني وشفتهم ولتقيتوا إياهم وطلعوا أشخاص عاديين ما طلعوا أشخاص عاديين ما كان يسوغ لهم أن إذا أعطوني راي مو فني أو أعطوني كلام عادي أو أعطوني كلام جارح رح يتوقعون أني راح أتقبله بحكم أنهم أو مو داعمة تشوف مشهور مو داعمة تشوف شخص لا بالعكس أبدا ما يعطيك أفضلية أو يعطيك فوقية على حد شيء جدا عادي لا النقطة هاي عجبتني لا تأخذني اللي هو أنت بعد ما أدخلت سوشال ميديا هل هنا شيء يتغير الناس لحولك أبدو يشوفونك اللي هو سواء بطريقة التعامل أو شيء ستحسن هل هنا شيء يتغير يعني ما أدري الناس شلون يتشوفوني سواء مصدقك أهلك عارفك ما أدري ما أدري صراحة شلونهما يتشوفوني بس بديت أعرف أكثر فئة أنا مؤثر فيها بديت أشوف أكثر فئة تذكرني فيديوواتي تقولي السوال بديت أحس أن أوه هذول تقريبا أكثر ناس حتى الناس اللي يوني إكسبوجر ما يوني من الإنستغرام أكثر الناس اللي يوني من إكسبوجر كانوا من التيك توك يوني من الفيديوهات من صناعة المحتوي عرفوا أني مصور أكثر فئة حسين أنا أحس لا أنهو الناس اللي حولك أنت حسيت أنه فيه اختلاف بالتعامل أو طريقة تعاملهم معاك لا ما حسيت أنه فيه اختلاف طريقة التعامل اللي حسيت أنه فيه اختلاف طريقة التعامل معاي يمكن أنه كانوا بعاد شوي وصاروا قراب يعني بس بس من الفيديوهات بس بس أنا بشكل عام علاقاتي يعني زينة علاقاتي زينة بعيدة بعيدة سطحية وعندي ثنين قراب بس العيال عمي باج العلاقات أغلبها سطحية يعني نتعلم رسالك شي بس لو أنت في سوشيال ميديا تعرف أنه فيه ناس كثير مثلا يحاولون تقاربون منك أو يقولون مصلحة منك أنا ما حسيت هذا الشيء لا مثلا لو فيه ناس جاي انت هل تدر تتعامل معاهم أو اللي عندك تدافع تتعامل معاهم لو أنت تعرف أن هذا الشخص مثلا يعني ما عندي مشكلة أنا إذا كنت بفيدة وهو إنسان عزيز عليه يستاهل هذه الفائدة أنا ما كنت أعرف أصلا أنه من قبل كان صديق ولا ما كان صديق بس كان بعيد يعني والحين عرفني أكثر بسبة سوشيال ميديا ما عندي مشكلة عندي مشكلة إذا بالبدايات أنت كنت تحاربني وكنت تشوف أن فيها إشكالية وكنت تشوف بالبداية أن هذا مكان ما لمستقبل كنت تشوف بالبداية أن أنا شخص ما رح أصلح في مكان بالبداية كنت تشوف أن الشيء اللي أسأسويه غلط ويت بعد سنة لما شفت الأرقام وشفت كل شيء وبديت تقول لي أوه فلان شيخ بارك وأنا من أشد الدعمين لكن أنا بتذكر المواقف اللي المواقف اللي صارت لي بالبداية ويتأثرت فيني لكن ما أنساها ما أنسا أن أنت يوم من الأيام كنت تشوف أن اللي أسويه ولا شيء شيء بلا معنى تعال تابيتيني الحين قدم اعتثار وقول أن أنت صح أنا غلط مو تيني كأن الموضوع مش بشكل طبيعي وأنه أوه كنا نعرف أن أنت راح تنجاح كنا نعرف كنت أنت خافي يعني لأنت وقلتي أنت في البدايات كان فيه ناس كثير يعني كانوا أخذين الشيء هذا شيء بلا معنى وقالوا لك أنت مرح تصل مكان مو ناس كثير بس كان فيه فئة كان فيه فئة كان تأثيرهم سلبي شوي كانوا قريبين منك إلى حد ما تتكلم في دائرتك أنت هذه الناس مو بناس كانوا معارف كانوا معارف يعتبرون قراب معارف لازم تلتقي فيهم يعني أيها إذا أنت كنت بالبداية كنت تحس أن دائما توجه لي أن ابتعد عن هذا الشيء هذا الشيء ما منه فائدة اترك التصوير كانت توصلني أن أمسك لك وظيفة ثابتة ابتعد عن التصوير فأنا كنت أقول بالبداية كنت أقول أن ما لا علاقة الوظيفة بالتصوير في مقارنات كانت أتي مغلوطة من الأساس بس هم ما كانوا يتعبون نفسهم عشان يفهمون أنا شنو أسوي أصلا كان بس كانت في نصيحة عامتي كان في كلام عامي ما كانوا يتعبون نفسهم عشان يفهمون أنا شنو أسوي أو أنا شنو الأشياء اللي وصلت لها الحين بس كان أن شو تسوي لا لا هذا أحس مو حلو هذا لا تسوي ابتعد عنه هذه كانت مؤذية بالنسبة لي أن هالشيء ابتعد عنه وييني اليوم بكل وجه والله والله أنت وأنت وأنت ما أحس أنا أذكرك أنت نفسك اللي من زمان كنت تقول لي كلام أن أنا شخص غير مفيد بالمجتمع أو أنت يمكن كانت في رسائل سلبية أنا ما قدرت أتخطاها وانت كنا نعرف أن أنت بتنجح كنا كنا متوقعين كنا دائما نوجهك لا أنت ما كنتم موجودين أصلا صح محمد نبعد نسوش الميدي كنا نبعد الحياة اليومية حالية اللي أدعيش فيها نرجع لطفولتك طفولت محمد كيف كانت طفولتي كانت وايد حلو أنا دلو عمي وكنت آخر العنقود لين 2005 تقريبا كان بخمس سنوات ولا ست سنوات كنت آخر عنقود لست سنوات وحتى يعني بعقبية بنت فموائد تعرف أن الولد الأخير والريال البيت والولد الأخير عندما فطفولتي كانت حلوة كم أخص عندك كم أخ أربعة أربعة لا أربعة وإياي ثلاثة أخبر عمي يعني ثلاثة وسامة أحمد يوسف يوسف اللي قابلي وأقرب واحد لي وأكثر واحد يمكن مر بتجربتي فمر وائد تفاصيل من تجربتي كيفية وش اسمها لأنه هو شاعر ونفس الشي تغيرت خصوصة وصارت وائد أشياء بحياتي يعني تشبهني هذه مرحلة طفولة لما دخلت المدرسة لما دخلت المدرسة بلدادية أنا أنا مو ما يدحب بالمدرسة أحس أني مرتاح بالجامعة أكثر من المدرسة وأحس أني كنت مغصوب طلاب الجامعة إن شاء الله ما يتابعون اللايب هذا عشان ما أوصل لهم رسالي السلبية بس ما أدري هل أنا ما كنت أقدر أتأقلم بالمدرسة أو مشكلتي أنا حتى ما كنت الشخصية المحبوبة بالصف يعني أنا بين شخصية أيام المدرسة والحين شخصيتي ما كانت أحسن شخصية أنا كنت الطالب اللي يقول أستاذ ما أعطيتنا واجب أستاذ أستاذ طرفلان تكلم لا تسبون أستاذ طرفتنا عليكم ما كنت وائد فرندلي فما أعلوم الطلبة إذا ما كانوا يتقبلون أنا جدا أسف لأن أنا ما كنت وائد فرندلي مع الطلبة يعني طبيعي أني ما كنت أتقبل المدرسة بس بالمقابل أنا ما كنت خوش خوش إنسان بس هذه كانت مرحلة ابتدائية وطول مدرسة هذه الابتدائية أتوقع لين بداية الثانوي أو يمكن لبداية الثانوي يعني أنت لو مرحلة دراسية ثلاثة أقسام هذه وأحسن مرحلة حسنت فيها محمد جدا مرتاح جدا مرتاح أنا درست من ثاني إلى صف عاشر درستها بإعمان وصف حادي عشر وثاني عشر درستهم بالإمارات يمكن أفضل أفضل مرحلة دراسية كانت لي صف ثاني عشر بآخر سنة بالإمارات كانت يمكن وائد كان الوضع حلو وكانت المدرسة يعني حسيت أن علاقتنا بالمدرسين كانت حلوة القروب اللي كنت وياهم بالصف كان شي جدا جميل يعني من الحين نحن على تواصل يعني ما كنت وائد شاطر بس بيئة المدرسة كانت طوائد حلوة صف ثاني عشر نرجع نتكلم عن مرحلة المدرسة بعد ما خلصت المدرسة نجلت رحت سافرت مسقط رحت مسقط الوحدك وأهلك هم موجودين هاي وحلي هني مستقرين بالإمارات فأنت عايش الوحدك في مسقط سكن طلبة سكن طلب الوحدك سكن طلبة مع أصدقائي أعرف واحد منها أصدقائي معاذ الصالحي نزل كتابة قبل يومين هذه نعمة عشان تعرف أن أنا وين أروح في بيئة مدعين حوالين كانوا سبب يعني مهم باني دايما نشوف البيئة اللي حالك بس كانت أول مرة تروح لوحدك مكان أو بدون أهلك يعني ما أعرف واي ذا عن مسقط يوسف أخوي يمكن كان ساكن هناك بس يتمهو كعائلة لأنت كمحمد أول مرة تروح مكان ثاني من غير أهلك صح؟ يمكن هي فكان كيف تعايشت مع الموضوع هذا؟ نفسيا لأن الموضوع هذا صعب جدا يمكن بالبداية كان صعب بدون سيارة بعدين بدايات الليسن وصار عندي سيارة وصار عندي ليسن صار الموضوع أسهل بس بعده مو ويد من خلط مو ويد رايحوا إياهم هناك لا هو أصلا الموضوع لما تروح مكان اللي هو بدون أهلك تبني فيه حياة جديدة أو شيء يكون صعب عليك نفسيا تقبل على الشيء لأن تفتقد أهلك بالوالدة الوالد أخوانك فهل موضوع كان سهل عندك وتعايشت معه ولا كان سهل تفتقدهم والله يعني شوف يمكن أول يوم كان شوي صعب كنت يستفكر أن لا شنون بسوي وكيف أربع سنوات بقعد هنا وبتخصص وهندسة وشذي بس معاذي زاه الله خير كان وائدي سهل فعلا لما معاذ وبلاستيشن فيفا بالسكن كان هذا يسوى كل شيء موجود هناك بل أسابيع لي ما يفيها معاذ كانت شوي مؤذية أني أكون بالسكن وبروحي أو موائدة عارف الناس اللي بالسكن لو مخرطوا إياه كثيرا ما كنت مخرط مع معاذي يعني معاذ الصالحي ما أدري إذا فاداش الله يقول لا موضوع نفسيا كان صعب يعني من دون معاذ حتى من دون أحيانا يكون نفسي بس وأحيانا يكون وايد حلو لأني أصبر نفسي بأن أنا رايح عشان أصنع اسمي عشان أعتمد على نفسي إذا هذا الشيء ما فادني وايد بس على الأقل بيفيدني أني أنا خذيت خبر أني أعتمد على نفسي تعرفت عن نفسك كنت أبقى أروح أبعثة كنت أبقى أروح بعيد عن أهلي بداية الثنة ويأبقى أجرب يعني هذه الحياة ورحت فعلا أنه جربت هي يعني بعيد يعني يمكن هذا اللي كان يهدي عني شوية أنا المسؤول عن نفسي هنا أمي وابوي ومو موجودين فأنا مسؤول عن كل شيء يصير كل شيء زين يصير لي ترى بسبتي كل شيء مو زين يصير لي ترى بسبتي أنا بعد بسبت لهمالي بسبت تقصيري بسبتي أنا فأنا مسؤول عن كل شيء موجود هناك لكن أسمع كثير في الإبتعاث يقول لك تعرف عن نفسك أكثر تعرف مين أنت كشخص وشو تحب وشو تسوي يعني كل شيء تسوي من فردك وقتها ما في حد تعتمد عليك يمكن كنت ناطر هذا الشيء بس تصدق أنه ما حصلت بالإبتعاث ما حصلت إلا فترة كورونا طول فترة الإبتعاث الكاميرا كانت موجودة معاي وكنت أشوف ناس مصورين أطعمة ما كنت أتفكر أني يوم بصير مصور أطعمة وكان معنى ما هذا كان يقترح علي يقول يلا جرب خذ كاميرتك ما جربت وما بديت إلا بفترة كورونا ما يعني كورونا اللوقز على مصار اللوكداون منت وقتها بدت تشوف شغفك يمكن ما تعرفت على نفسي ما سقطوا البعث لما أحس أبدا وبالعكس الحين بالجامعة وايد أشياء سأحسبها الحين لما أشوف أقول الحمد لله شخصيتي نفسها اللي قبل أربع سنوات نفسها الشخصية اللي ما تحب تكون علاقات اللي كانت ما تحب تكون علاقات قبل أربع سنوات كانت شوي توخر عن الناس أحب آكله بروحي نفسها الشخصية اللي الحين اجتماعية أحب أضحك أحب أسوله وشذي يمكن ساهم يعني بجزء ما بس ما أدري صراحة وقتها يعني البيئة الجامعية هناك تقريبا نفس الشي بس أنا وايد فرق اللي بأول سنة جامعة هناك بالهندس عن أول سنة جامعة هناك بالإعلام صح هي طيح الآن لو نرجع وراء المفتن 19 مثلا هل كنت تتوقع توصل للمرحلة اللي أنت فيها حاليا في 2023 لا لا كنت كان سقف طموحاتي أني أفكر أني أستغل إجازة الثلاثة شهور هذا شي وايد كان يضايقني إجازة الثلاثة شهور ما بأخذ فيها صيفي لأن باتشر لما راح تخرج راح أحصل وظيفة والوظيفة ما فيها إجازة ثلاثة شهور صح فهذه يمكن آخر مرة بحياتي أحصل إجازة ثلاثة شهور ما لازم أستغلها كاملة هي بضلط هذا اللي حط في بالي أن هذا حياتي ماشي يتشذي خلاص أنا بصير موظف عقب ما عنده إجازة يعني وايدة حسة سخيف بس بنفس الوقت يعني كان كان وايدة همني أن حياتي الحين استغل شلون حياتي ما تصير أسوأ فأنت حلين المرحلة اللي وصلتها يعني مثلا تقيمها من كم المرحلة اللي محمد يبغي يوصل لها من أول ما تخرج من الثانوية يمكن خمسة أو سبعة لأن بعد في أشياء محطوطة في بالي بس الله ربي لك الحمد تسعين بلمية من الحياة اللي كنت أتخيلها أنا أعيشها اليوم ما أتوقع أنه كأشياء أساسية ما في شيء ناقصني بس أنا دلوع أبي أشياء مو دلوع بس أحيانا ما يعجبني أني أقعد في مكان واحد أبي أجرب أنا وصلت للي أبي الحمد لله هذا المكان اللي كنت أشوف فيه نفسي قبل سنتين الحمد لله وصلت له بس بعد إذا حسيت أني وصلت أو ارتحت بالمكان اللي أنا فيه أحس أنه راح أرد أو راح أطيح أو راح يصير شغفي وايد أهدى بعدها الحياة فيها أماكن زيادة بجربها بعدها في أشياء أبي أوصل لها أنا وصلت مثلا وقدرت أني أييب فلوس من التصوير هذا كان سقف طموحات يوم من الأيام قدرت أنييب فلوس من صناعة المحتوى الخطوة ليايا أبي أسافر الخطوة ليايا أبي أتأكد 100% أن أنا محمد الكامال ياس أصرف على نفسي وأهلي كلهم بر الموضوع أنا أصرف على نفسي 100% واليوم اللي راح عند أبويا يقول له أن خلاص أنا اعتمت على نفسي هذا عندي راتب ثابت آخر 10 شهور أو آخر 5 شهور هذا راتب ثابت من صناعة المحتوى فيه الشي اللي ياس أدور عليه يعني شو الهدف طيب الحين المحمد مثلا غير قلت أبوصل 100 ألف 200 خليها السنة غير في التصوير مثلا في التصوير شو ما كانت بتوصلها بعد إكس بوجر هي أبي صوري توصل مع أسامي عالية أبي هتكون غير غير أن هتكون أعمال فنية أبي أوصل أعمالي الفنية لمكان أعلى بس غير أن هتكون أعمال فنية أبي أني مثلا أسافر عشان أصور حد أو أني أكون فريلانسر مصور يعني يحتاجون خدمته هني بالإمارات بره الإمارات ويسافروا دورات تصوير وشدي أبي هذا الشي أحسه وايد حلو أحب في مقر محددت بتسافر لا يعني أو بس من جرة فكرة السفر الخطة اللي حاطها إن شاء الله تصير السنة هذه المالديف طبعا الحلم الإسطوري بالنسبة لي أبي أسافر المالديف 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 مالديف بس فكرتها يعني ومن تشير من الناس إنه هو الهانيمون بس مثلا للمتزوجين ببضلط أبي أسافرها بروحي المالديف هي التارجت بس كنا ندرني المالديف وقت غالية يمكن التارجت عندي السنة هذه إن شاء الله آيسلند ياس أحاول بكل ما أتيت من قوة ياس أشوف أستفسر إذا ما صار آيسلند فأنا أبي أشوف الثلج أبي أي مكان في ثلج أبي أشوف الثلج والله تارجت جميل هي أنا في عمان أعتقد فيه مناطق تنزل فيها ثلوج يمكن إذا بروح جبل شمس بس ما بروح لين جبل بس عشان ألعب أسوي كرتين لا أبي مكان أمشي بالشوارع الثلج وتعافي لأشوف الثلج لاي هو الثلج شعور جدا جميل هي أنا بحيات ما تعتقد أن أروح مكان في ثلج يمكن أنا سافرت تركيا تركيا عندهم واحد أمطار عندهم خضرة شفت الأشياء بعض الأشياء لا موجودة هنا بس بعدني أبي تشوف ثلج صح ثلج هي حاذ قول ما نختم معك تبصلك عن شي شو تعريف السعادة بالنسبة لك أنت قلت بداية حلقة أنا سعيد جدا أي وايد مستانس هي شو تعريف السعادة عندك آم ووو وسيلتكم عميقة تعريف السعادة بالنسبة لي أو يمكن أنا أقول لك متى أنا أحس أني مستانس وايد أحس بالسعادة وايد لما أصور وايد أحس بالسعادة لما أسوي إنجاز كنت أعتقد أنه مستحيل أو كنت أعتقد أنه وايد صعب وأخلص منه وقعت بيني وبين نفسي أحس أنه واو سويته أقدر هذا الشعور وايد حلو متى حسيته يمكن يوم صورت حق أول مطعم يوم حصلت أول مرة حصلت فيها فلوس من تصوير تصوير الفلوس أو يمكن ما حسيت فيه وايد بصناعة المحتوى يمكن متى حسيت فيه بصناعة المحتوى يمكن حسيتش فيه بصناعة المحتوى لما ييني حد ويقول لي أن أنا يومي كان سيء وشفت الفيديو مالك يا الله سعادة ما تنوصف سعادة ما تنوصف لأن أنا شخص من الأشخاص يوم فكرة الهام يعني من السوشال ميديا وخلى حياتي تتعدل يعني خلاني أطلع فلما حد يقول لي أن أنا شفت حسابك وايد استانست شفت الفيديو مالك وضحكت شفت الفيديو الفلاني وفتصني أو يشوف الفيديو مالك قدامي ويضحك هذه وايد تعني لي أحسني قدرت أونس شخص صح تكون أثرت على شخص في شكل إيجابي صح فهذا شي يصنع يومك طبعا يمكن السعادة بالنسبة لي رضى داخلي أن أنا راضي عن المرحلة اللي وصلت له الحين لما أساعد شخص وايد يهمني أن أشوفها يكون يصيح مثلا ويصير يضحك بسبتك أو يكون وايد مضايق ومتأزم وحس أن حياته خربانة ويحس أن حياته تعدلت بسبتك أو يكون يعان وأنت يعني أعطيت أبسط شيء عندك لهو الأكل صح وهو يشوف هذا الشيء وايد أظن أن تشوف شيء وايد بسيط من هو نقصة تشوف ساعاته تحس أن واو في ناس تستانس في الشيء المسيط هذا وايد يعني لما أساعد شخص أحس أن أنا وايد استانس من داخل أحسسني بالرضى عن نفسي صح فأحين لو قلنا مثلا السعادة من عشرة أنت كم بقياس يعني السعادة تشعر بالسعادة حاليا من عشرة الحمد لله تسعة من عشرة وراضي تسعة من عشرة يومية بالأيام اللي ما أكون فيها مضغوط لو ما أكون فيها مضغوط من الجامعة أحس أن نسبة المناسة عندي تسعة من عشرة أنا دائما مستانس الحد لله أحس ربي يدحبني ومغرقني بالنعم اللي من حواليني كل شيء حولي ياس يصير صح كل شيء حولي إذا ما صار فهو مو ياس يسوء إذا كنت أبي ياس بطريقة ما أفهم أن هذا مو ياس يصير لي بشغلي أفهم أن هذا الشيء أنا ما كنت أستاهله لأني ما اشتغلت أنا هالشي أستاهله هالشيان يطلع لي تحت الأرض ما أدري كيف بس الله وهايد يحبني هاي شيء يمكن اللي وهايد أحس فيه إن شاء الله تكون السعادة دائمة إزاك الله خير شكرا إن تسامتك جدا جميل أصلا إن تسامتك جدا جميل شكرا من فضورك شرفتنا إزاك الله خير شرفتنا ويحفظك شكرا لأنا معك طبعا إن شاء الله تكون استمتعتك بالحلقة وطبعا ضيفنا الجميل محمد الكمالي و لا تنسوا سبسكرايبز لايك شير في كل مكان ونحطق لكم حساباتنا الشخصية نلقاكم في حلقات ثانية إن شاء الله إن شاء الله ببن الله سيئة